وقع سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال والبروفيسور مهند اسماعيل المشهداني رئيس الجامعة الخليجية مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتطوير وذلك انطلاقا من المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات في مملكة البحرين وبالأخص الأكاديمية والتعليمية وقال وزير الأشغال إن مذكرة التفاهم تعتبر فرصة لتدريب الطلبة والاستفادة من خبرات المهندسين في وزارة الأشغال بما يعود بالمنفعة على أدائهم الأكاديمي والمهني مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية الجديدة تتضمن تعريف الطلبة على الجانب العملي والتطبيق المتعلق بتخصصاتهم الدراسية كما ستقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع التخرج للطلبة والتنظيم المشترك للفعاليات والمؤتمرات العلمية والندوات والندوات التي تخدم المواضيع محل الاهتمام المشترك بين وزارة الأشغال والجامعة الخليجية من جانبها أكدت البروفيسور مونا راشد الزياني رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الخليجية أن هذه الاتفاقية تعكز التزام الجامعة الخليجية بتعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة بما يصب في صالح الوطن وأبنائه ويدعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين طبعا أنا في غاية السرور والامتنان لجميع من قام بعقد هذه الاتفاقية التي هي بين الجامعة الخليجية ووزارة الأشغال هذه بادرة طيبة وهذه تجسيد لأهداف الجامعة في كونها مؤسسة تعليمية تسعى لخدمة الوطن وأبنائه وطبعا تضافر الجهود بين الوزارة والجامعة يعني تقديم المزيد من الخدمات والفرص التعليمية والتعلمية لأبنائنا الطلبة حيث الجامعة تغطي تخصصات مختلفة في مجالات الهندسة وكون الطلبة وطبعا الهندسة والإدارة أيضا وكون الطلبة تتاح لهم فرصة أن يمسون الواقع الحقيقي للتطبيق العملي في الحياة عن طريق الأعمال التي تقوم فيها وزارة الأشغال يعني سوف تثري بدون شك تجربتهم وخبرتهم وهذا يعزز الترابط بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الدولة تتضمن الاتفاقية توفير فرص تدريبية للمطلبة طلبة الجامعة في المجال الهندسي من خلال حضورهم وطلاهم على المشاريع الكبرى التي تفثها وزارة الأشغال بالإضافة إلى تحث الفرصة لتنفيذ برامج التخرج أو مشاريع التخرج للطلبة من جانب آخر بيكون هناك تعاوم ما بين الوزارة والجامعة في تنفيذ عدد من المؤتمرات والفعاليات المشتركة في المجال الهندسي دول الاتمام بين الطرفين من جانب آخر بيتم إتاحة الفرصة لموظفين الوزارة للإطلاع المكتب الرقمية المتواجدة لدى الجامعة والحصول على المعارف المطلوبة في تنفيذ وتطوير وإدارة المشاريع ترجمة نانسي قنقر